ايش رايك؟ انا اتفق مع زميلي بندار اعتقد ان عبدالله البرقان لاحت في الافق استبعادة من منصبة منذ تشكيل لجنة لدراسة قضية ألتن مع القادسية ما بين القادسية وبين الفتح اقترت كل شيبان منذ تشكيل تلك اللجنة عبدالله البرقان مر بمشاكل متتالية منها ألتن والعويس واكثر من لاعب فاعتقد انه انا شخصيا مع التغيير لانه الضغط ما راح ينتج عمل مميز او مواصلة عمل كان فيه جزء من التمييز في السابق خلال الاربع سنوات الماضية ابان رئاسة الاستاذ احمد عيد تغيير منصب دكتور عبدالله البرقان من لجنة الاحتراف الى حسب ما ذكر في الخبر انه راح يكون رئيس رابطة دولة درجة وتنفيذي في رابطة دور المحترفين في دور الدرجة الاولى اعتقد ان التغيير سيكون ايجابي لانه عشان ما يسبب له ضغط في منصب السابق في لجنة الاحتراف طيب الان منظمة كذلك